اشرب على الريق الضحى مرمية إن دهمتك عوارض الإسهال وإذا شك القولون منك بليلة فعليك بالينسون دون جدال وألذ أنواع الحديد سبانخ والزيت خير معالج لهزال وإذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لكحة وسعال واستزرع الجرجير فهو كلحمة فاللحم قد يأتي على أشكاله واغسل كلاك بضمتي بقدونس وعلاج حب للشباب مثاله وعصارة النعناع خير معالج ومنشط قلب العيي الباله وإذا لواك المغص فاشرب جعدة فمرارها يحلو بأي حال وعليك بالشفان أفضل حمية يكوي الدهون بغير حد صاله واحرص على التفاح كل صبيحة حتى ترى الأسنان منك لآل والزنجبيل والزنجبيل لوحده مستوصف كالصيدلية فغله للغال ودوى التهابات الحشى بابونج ومنوم للرضع الأطفاله واترك مشافي الباطنية كلها إن كان عندك شومر يا خالي ولدورة دموية خذ قرفة أو كرفسا إن كان ضغطك عالي واشدد عروق الجسم منك بترمس وبسنسم فهما دوا وتسالي والثوم والثوم كم في لبه من نعمة مئة علاج تشترى بريالي الحمد لله الحمد لله على النعم والفجل أفضل طارد وملين وبه تليق نصائح البقال وهرع إلى الملفوف لو بك سكر ولمن تصدع فالدواء دوالي ما أجمل الكمون كم من وصفة في حسنه اختلطت بكل جمالي الله يخلق داءنا ودواءنا سبحانه رب عظيم عالي والله إن الله يشفي دونها فهي ابتلاءات لخير نوالي فعليك بالقرآن يا من يشتكي واجعل فؤاد وخيبة الآمالي كم صاحب المرضى إلى آياته يا متعبين تفيأوا بظلالي فالروح لا تشفى بعشب أو دوان فطبيبها التقوى بثوب جلال